اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في أجزاء من شمال غرب المملكة العربية السعودية وامتداد أحيان إلى مناطق البادية الأردنية هناك كميات من السحب والغيوم كما نلاحظ في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط تتقدم هذه السحب باتجاه المملكة لكنها من النوع غير المنطر ومتوقع أن تظهر على فترات خلال 48 ساعة قادمة على شكل سحب وغيوم متوسطة وعالية خلط الضغط الجوي تشير الاستمرار تموضع مرتفع جوي فوق المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط مع تواجد امتداد لمنخفض البحر الأحمر باتجاه الأراضي المصرية خلال اليومين القادمين الأمر الذي سيعمل على الاستمرار تدفق الرياح الجنوبية الشرقية قد تنشط أحيان ولكن تبقى الأجواء مستقرة بوجه العام ودرجات الحارة أعلى مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام بالنسبة للتوقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء تكون أهم ما يميزها بوجود الرياح النشطة درجة الحارة صورة 9 درجات مئوية ولكن درجة الحارة الملموسة تصل إلى 6 درجات مئوية والرطوبة النسبية تصل إلى 81% والأجواء تزيد أحيانا من الشعور بالبرودة في بعض الأوقات وبعض الفترات تفاصيل توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة للأسف تبقى المملكة ضمن حالة الإلحباس المطري خلال الأيام القادمة وحتى نهاية هذا الأسبوع مع المزيد من الارتفاع على درجات الحارة لتسجل يوم الثلاثة السبتاش يوم الأربعاء السبتاش ويوم الخميس ثمانتاش درجة مئوية والتالي تصبح متجاوزة لمعدلاتها المعتادة مثل هذا الأوقات العام وفي ساعة تلك تقريبا بين 8 إلى 9 درجات مئوية تبقى الرياح الجنوبية الشرقية نشطة السرعة أحيانا يوم الثلاثة والأربعاء على وجه الخصوص هذه حالة الإلحباس المطري التي تعيشها المملكة تظهر ضمن خرائط توزيعات الأنظمة الجوية والتي تشير أن المملكة على أقل تقدير ستبقى ضمن تأثير هذه الأحوال الجوية المستقرة حتى تقريبا الأسبوع الثاني من شهر يناير كانون الثاني لهذا العام ذلك ما رده لأن هناك تدفق لرياح قطبية باردة جدا على شكل موجات قطبية متتالية نحو غرب القارة الأوروبية وصل إلى فرنسا ومن ثم إسبانيا وحتى أيضا أحيانا إلى الجزء الأوسط من المحيط الأطلسي يقابل ذلك تدفق لتيارات هوائية دافئة قادمة من شمال القارة الإفريقية في طبقات الجو المتوسطة والعالية باتجاه شرقي البحر الأولى المتوسط ومن ثم المملكة وبلاد الشام وإلى الأجزاء الشرقية من القارة الأوروبية وحتى وصول إلى بعض الأجزاء الغربية من القارة الأسيوية هذا الأمر يعمل على ارتفاع درجات الحارة فوق معدلاتها المعتادة وسيادة أجواء مستقرة وحالة من الانحباس المطري تسود المنطقة يقابل أيضا ذلك تدفق لبعض الهواء البارد في جنوب شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية بحيث تسود درجات حارة في كل من سلطنة عمان أجزاء من المملكة العربية السعودية ودورة الإمارات بها درجات حارة دون المعدلات المعتادة ولكن بحسب آخر نواتج التنبؤات الجوية الحاسوبية لمحاكاة تحركات الكتل الهوائية يتوقع أن يحدث تغيير جذري على هذه الأنظمة الجوية السادة وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الحالي فكما نلاحظ هناك تغيير كامل في شكل المنظومة الجوية تمثل باندفاء مرتفع جوي نحو غربي القارة الأوروبية تحديد المناطق الغربية والجنوبية الغربية من القارة الأوروبية ووصول إلى بعض الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية يقابل ذلك تحول الامتداد للهواء البارد من المناطق الغربي للقارة الأوروبية باتجاه المناطق الشرقية من القارة الأوروبية ووصولا إلى المناطق الوسطى من البحر الأبو المتوسط والمناطق الوسطى من القارة الأوروبية بطبيعة الحال وهذا سيسمح بمشيء تلاتي على بتشكل منخفضات جوية في المنطقة الوسطى للبحر الأبو المتوسط وتحركها شرقا باتجاه المملكة وبالتالي ترتفع فرص الأمطار على المنطقة الشرقية للبحر الأبو المتوسط مع تراجع في درجات الحارة اعتبارا من النصف الثاني من هذا الشهر تقريبا في منتصف الشهر وحتى لاحقا يتوقع استمرارها ذات المنظومة والتحركة أكثر شرقا مما يسمع تدفق المزيد من الهواء البارد نحو المنطقة الشرقية البحر المتوسط وبتالي فرصة التأثير المملكة بالمزيد من المنخفضات الجوية تزداد في الأسبوع الثالث من هذا الشهر طبعا هذه ما زالت توقعات أولية لما قد يحصل بعيدة منتصف هذا الشهر والانقلاب الجذري لمتوقع الأجواء والذي كنا قد أشرنا إليه في النشرة الجوية الشهرية تستمر للأسف حالة الانحباس المطري والأجواء المستقرة ودرجات الحرارة المرتفعة حتى الأسبوع الثالث من هذا الشهر بمشيئة الله تعالى إذن هذا كان كما دينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم بخير إلى اللقاء